من جديد تصاعد أعمال العنف في مدينة درنا وتدهور الحالة الإنسانية في بعض أجزاء المدينة قلق أعربت عنه منصقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية ماريا ريبيرو قائلة إن معلومات وردت إليها تفيد بوقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ريبيرو في بيانها أشارت إلى أن استمرار الاقتتال في المدينة تصاعد أمور البنية التحتية والخدمات إضافة إلى عدم تمكن السكان المدنيين من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية كالغذاء والماء والرعاية الطبية ما شكل مصدر قلقا شديد وفق تعبيرها منصقة الشؤون الإنسانية حثت جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمرافق المدنية في درنا مطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي قلق البعثة الأممية ليس الأول حيث سبق للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلاماء الناشد خلال إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في مدينة درنا ضبط النفس وحماية أرواح المدنيين مناشدة وقلق البعثة الأممية يأتي بالتزامن مع خطة أمنية أطلقها وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف بالتعاون مع قوات عملية الكرامة منذ ما يقل عن شهر لتعزيز الأمن بمدينة درنا والمناطق المحيطة بها في وقت أكد فيه الأمين العهم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير السنوي الصادر في السابع من الشهر الجاري أكد السمرار احتجاز ناشطين وعاملين في المجال الطبي من مدينة درنا في الحبس الانفرادي بأحد السجون التابعة لقوات الكرامة بالمنطقة الشرقية دون أن يحالوا إلى السلطات القضائية ترجمة نانسي قنقر